سعيا لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية وفي إطار الدور الإنساني والاقتصادي لدولة الكويت قام بيت الزكاة الكويتي بافتتاح مسجد في محافظة مدبل أردنية وذلك بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المزيد في هذا التقرير في إطار الدور الإنساني والاقتصادي الكويتي تجاه الأردن وسعيا لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية التنموية في الأردن وضع حجر الأساسي لمجمع في محافظة مأدبة الأردنية ضمن المشاريع التنموية من ثم افتتح بيت الزكاة الكويتي وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية مسجدا في المحافظة حضرنا اليوم لفتتاح مسجد المرحومة مريم البسام في مدينة مأدبة في الأردن تم البناء هذا بحضور المتبرعين بالأردنين معروف بيت الزكاة بيت الزكاة جهة حكومية هي حكومية مستقلة في الكويت فتنشط لها نشاط في العالم الإسلامي والعالم أجمعين ولها نشاط كبير هنا في الأردن من بناء مساجد وكفالة أيتام وأيضا مساعدات إيغاثة اللاجئين السوريين في الأردن والتي على حياتها الله يرحمها وصتني أن أبني لها مسجد عن طريق بيت الزكاة الكويتي وذهبنا لبيت الزكاة لزاهم الله في خير وهم اللي يبلغون أن هناك أرض جاهزة في الأردن لكن لا أعرف عن أي محافظة في أي مكان وتم تقديم المبلغ إلى بيت الزكاة الكويتي لأنه هو المسؤول عن الموضوع هذا كله مشروعات تشاركية مستمرة بين وزارة الأوقاف الأردنية وبيت الزكاة الكويتي تقوم على فلسفة المشروعات الإنتاجية واستهداف أماكن جيوب الفقر في الأردن نحن هنا في مكتب الهيئة استطعنا الحمد لله إنجاز بناء 45 مسجد وكفالة أكثر من ألف يتيم ومئات الطلبة والأسرة الفقيرة ومراكز صحية وصفوف مدرسية ومراكز أيتام فكلها تبرعات كريمة بيت الزكاة الكويتي هيئة حكومية شقيقة لها مشاريع في كل العالم أشكر دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا ومتبرعين لهم من ألف شكر على هذا التعاون أمثلة حية واقعية تمثل الحرص الدائم على التعاون التنموي والتنسيق المشترك بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين تعاون قائم دائم بين دولة الكويت والأردن الشقيقين يظهر جليا في كافة القطاعات والميادين وفي المجال الروحي والإيماني لتلفزيون دولة الكويت عامر التعمري عمان